السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله نواصل معكم النظر والتأمل في كتاب الله تعالى دوما ما زلنا مع سورة الصافات المسمات بسورة الرحمة والناطقة والصاعقة وقد شرعنا في ذكر قصص الانبياء التي توفرت عليها سورة الصافات وذلك لتثبيت قلب النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمواجهة مصاعب الحياة وشؤون الدعوة كنا قد وصلنا الى الاية تسعة وتسعين الاية تسعة وتسعين التي سوف يتحدث فيها ربنا عز وجل عن معاناة كبيرة لنبي الله ابراهيم الخليل عليه السلام لماذا كل هذا الحديث عن المعاناة لان في هذه الضرفية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتدت به الازمات من كل جانب وكان البلاء شديد حتى انه كاد ان يضعف فربنا سبحانه وتعالى كان يرسل اليه استاده ومعلمه امين الوحي جبريل عليه السلام فيوحي له ما تيسر من كلام الله تعالى وكل مقطع هو عبارة عن دروس كل مقطع هو عبارة عن شحنة اضافية من خلالها يتقوى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحكي له قصص من سبقه من الانبياء والمرسلين كما مر معنا بالامس تعرفنا على قصة ابراهيم الخليل في سراعه مع قومه وقبل الامس تعرفنا على قصة نوح مع قومه الان وقد وصلنا الى الاية تسعة وتسعين سنرى بلاء شديدا ليس من الخارج ولكن من الداخل كيف ذلك؟ هو ان الله تعالى قد يبتليك ببلاء من الخارج يعني عن طريق اعداء يؤذونك اعداء يخططون لهلاكك لكن هناك بلاء مدارخ يعني من عند الله ربنا يبتليك بمرض بسقم بفقر بابتلاف الاولاد والبنات هذا ابتلاف من عند الله هذا ما وقع لابراهيم الخليل لنقرأ ايها الاحباب الكرام ثم بعد ذلك لنفسر ونتأمل ونستنبط يقول ربنا عز وجل بعد اعود بالله من الشيطان الرجيم وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر مدى ترى قال يا ابتي فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤية ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ايها الاحباب الكرام اسباب ورود هذه الايات كما ذكرنا سيدنا النبي عانى معاناة شديدة من الكفار والمشركين لكن ايضا تعرض لبلاء شديد وهو فقدان اولاده رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقه الله ثلاثة من الذكور واربع من الانات فكانوا يموتون له كان ابنه البكر اسمه القاسم مات له وهو صغير ثم جاء من بعده ابنه عبد الله وقبله ابنه ابراهيم كان عنده القاسم وابراهيم وعبد الله ماتوا له وكان عنده بنات زينب وامكلتوم وفاطمة وكلهن ماتوا الا فاطمة بقيت بعده حوالي ستة اشهر ثم التحقت به فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم تراكمت عليه الازمات صعوبة الحياة اشكالات الدعوة صراع مع المشركين زائد الفقر زائد الحصار زائد وفاة اولاده وفالدات كبده خصوصا وفاة القاسم وكان يكن باب القاسم ثم وفاة ابراهيم وكان يحبه سمه ابراهيم على ملة سيدنا ابراهيم الخليل اراد ربنا عز وجل ان يهدئ من روع النبي الكريم ويقول يا محمد اذا كنا قد ابتلينك بفقد ابنك فهناك من الانبياء من امرناه بدبح ابنه لاحظ الفرق الكبير اذا كنت ترى بانك قد فقدت ولدك وفلدة كبدك وهي اعظم صدمة اعظم بلاء هو ان تفقد الاولاد انتظر الله السلام والعافية اذا كان ابنك او ابنتك عند غير مرض صغير عند صدى في الدماغ عندها الم في السن او عند هم مستطير في سن المراهقة العائلة كلها تحزن والوالدين يكونون في غم شديد فما ظنك اذا ماتوا اذا ماتوا هؤلاء الاطفال الصغار او الابناء صدمة كبيرة ما رأيت صدمة في الحياة اشد على الناس من فقدان الاولاد وقد عيشت مع عدد كبير من العائلات هذه الازمة يا ما اعرف اصدقاء لي تعرضوا لازمات فقد ماله فقد وظيفته فقد طلق زوجته وقعت له مشاكل امراض اصقام كان ينهض ويستمر لكن حينما فقد ابنه ينهار يقع له انهيار كامل ولا يستطيع ان يستمر الا بصعوبة ومشقة زائدة هكذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد ابنه القاسم ثم بعده ابنه ابراهيم وفيما بعد سيفقد ابنه عبد الله وكأن الله تعالى اراد ان ان يقطع نسله حتى تبقى الرسالة ما فيها وراتة لين يكون هناك وراتة هي حكم الهية لكن هذه الضرفية سيدنا النبي المتألم سيحكي له ربنا قصة ابراهيم الخليل الذي كان عاقرا لا يلد ولما كبر واعطاه الله تعالى الاولاد امره بدبح اسماعيل لكي يشعر بان هذا الابتلاء له الاجر والثواب فماذا قال ربنا عز وجل وقال اني ذاهب الى ربي سيهديم هذه الكلمة قالها ابراهيم الخليل حينما وجد صعوبة في حياة مع قومه وآدوه اشد الاداية خرج وحد المنطقة دي ما عندك فيها الصراع عندك فيها الخصام رزقها قليل وهمها كثير عليك ان تغير المكان غير المكان الهجرة التحويل المدينة او الاقليم غير غير العتبع هذا ما فعله ابراهيم الخليل قال اني ذاهب الى ربي سيهديم وطبعا هذه الرحلة التي قضاها ابراهيم الخليل كان يسير في الصحاري وفي الفيافي وكان يذكر ربه ويناجيه بخشوع ويقين فالخلوة مهمة ايها الاحباب من لجيكو حد لا وحد نزل قوي فقط قديلك احرص على ان تختلي بربك حتى ان الصالحين كانوا يعتبروا الازمة القوية هي عبارة عن جرس انذار يقول لك الله تعالى يا فلان تعالى الي تعالى الينا لترتح فسينا ابراهيم دروح ذا الرحلة الطويلة في الاراضي والصحاري والفيافي يعبد ربه ويخلص اليه ويدعوه لانه كان عاقر لا يلد وكان كثير الدعاء كان يقول رب غب لي من الصالحين انه يريد اولاد ولكن ليس كبقية الاولاد يريد ذرية صالحة الله كريم الله تعالى اذا دعوته اليوم والغد وبعد غد سوف يستجيب حتى ولو كان مقدر عليك مكتوب في الكتاب قدر بانك ستبقى عاقر الله تعالى يأمر بتغيير القدر بسبب الدعاء بفضل الدعاء فسينا ابراهيم كان الشديد الدعاء وكثير الدعاء وعريض الدعاء فاستجاب الله له قال رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم عطاه الله تعالى واحد الولد جميل غلام والانسان يحب ان يكون مولوده ذكرا رغم ان لفرق من الذكور والانات ولكن الذكر لانه يحمل الاسم ويبقى النثل معه الى دريته فاعطاه الله تعالى هذا الغلام الحليم سماه حليم والحليم هو الذي يمسك نفسه عند الغضب الحليم يكون دائما رقيق الاحساس هينا لينا لطيفا وهاش معه هذا الغلام في حالة طيبة سيدنا ابراهيم كأنه اشعلت الحياة اضواءها في قلبه وفرح بهذا الغلام فعلا انه بعد تسعين سنة من الانتظار ربنا يعطيه غلام فرحة عظيمة جدا لكن جاء الابتلاء الله تعالى جعل الحياة الدنيا فيها ابتلاءات لا بد ان تذوق من طعم الابتلاء هؤلاء الانبياء وقد جاء في الحديث ان اشد الناس تعرضا للبلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامتل فالامتل ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله وما عليه ذنب احنا كنا كانت تعرض الانبياء لكن احنا ايمنا ضعيف كانت تعرض البلاء صغور واعكة صحية ضايع واحد القدر بسيط من المال خصام ما بين افراد الاسرة شيء بسيط متاعب في العمل لان ايماننا على قدر ابتلائنا لكن الانبياء لو ايمان قوي فابتلاؤهم شديد جدا انظروا ابتلاء ابراهيم الخليل فلما بلغ معه السعية قال يا ابني اني ارى في المنام اني اذبحك فاندر ماذا ترى تصور الابن كان صالحا مثل ابيه وكانت فيه بوادر الحلم ماذا قال قال يا ابتي افعل ما تؤمر حتى ولم يقل يا ابي قال يا ابتي احترام واصلها يا ابي لكن فيها احترام وتقدير من الابن اتجاه ابيه فيها مودة وفيها قربة وكأن ربنا عز وجل يهيئ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الانصار والمهاجرين انهم ستأتيهم شريعة الرحمن فعليهم ان يطبقوا هذا المبدأ افعل ما تؤمر لا تناقش لا تجادل وانما طبق حكم الله تعالى اي نعم ممكن ان تناقش من اجل الفهم والبحث عن الاسرار والوقوف عن المقاصد والبحث عن الحكم والاحكام نعم هذا مطلوب لكن ليس من باب انك ترد امر الله تعالى كمثلا انسان اذا امر بالصيام افهم تصم لكن يقول لا في حميا في شفاء للابدان في تجديد الخلايا اذا نفعله هو لم يعبد ربه لانه امره بالصيام وانما وجد فيه مصلحة وهكذا قص على ذلك جميع يحرم على نفسه التدخين التدخين فيه ضرر وسيؤدي الى سرطان وضيع الاموال وفيه كذا وكذا اذا لا ادخن انت لم تدخن لان ربنا قال بان فيه خبت وانما لانك لتمست فيه ضرر وقص على ذلك كل الاحكام فالمؤمن الصادق يطبق هذا المعنى افعل ما تؤمر يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين وهناك في مكة بجانب الجمارات هناك العقبات الكبرى سوف ينفد ابراهيم الخليل هذا الامر عند المدبح من منكم ادى الحج او العمره وذهب الى البقاع المقدسة ووقف عند رمي الجمارات هناك الجمرة الصغرى ثم الجمرة الكبرى الوسطى ثم الجمرة الكبرى ثم هناك المدبح هناك سوف يدبح ابراهيم الخليل ابنه ربنا امره ليس له ان يفكر هل هذا الامر منطقي هل هذا الامر يتقبله العقل هل هذا صواب وانما تنفيد لامر الله سيدنا ابراهيم بدأ ان يوسوس له ابليسه فعالم انه الشيطان فاخذ سبع حصيات ورماه عند العقبة الصغرى قال بسم الله الله اكبر ورماه بسم الله الله اكبر ورماه سبع حصيات ففر ابليس وعلم بانه لن يكون له سبيل على ابراهيم بعد ذلك ذهب الشيطان الى ام اسماعيل فجاء ابليس وقال لها يا هاجر ان زوجك نبي وله ان له ان ان يكفر انها مجرد رؤية منامية يا هاجر هذا ابنك فلدة كبيرك يا هاجر لن تستطيع العيش بعده وبدأ يؤثر فيها وحازنت وكادت ان تضعف لكن في لحظة علمت انه ابليس فاخذت سبع حصيات ورمجمته عند العقبة الوسطى قالت بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر ورمته فخانس ابليس الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رمته ففر بعد ذلك جاء ابليس عند المعني بالامر عند اسماعيل وقال له يا اسماعيل ان الدنيا حلوة خضرة انت غلام في سن المراهقة هناك عاطفة هناك حياة جميلة تنتظرك هناك زوجة هناك اولاد هناك متاع سوف تحرم من الحياة انتفض تمرد على قرار والدك وبدأ يوسوس له كاد ان يضعف اسماعيل لكنه علم انه الشيطان فاخذ سبع جمرة ورماه عند العقبة الكبرى وقال بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر ورماه ففر ابليس وعلم انه لا سبيل على اهل ابراهيم فلما اسلم وتله للجبين ما اراد السكين ان يدبح ابراهيم بدأ يقول بسم الله الله اكبر ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت وانا اول المسلمين الله اكبر ويدبح لكن السكين لا يقطع ما الذي يقع ويعيد المرة التانية والتالتة السكين فقد خاصية القطع بقدرة الله تعالى وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤية الله عز وجل نادى ابراهيم الخليل بان الرؤية التي اراها في المنام هي رؤية صادقة رؤية الانبياء وحي وقد صدقتها وفعلت بها انك ذلك نجزي المحسنين انك من اهل الاحسان واهل اليقين سوف نجازيك ان هذا لهو البلاء المبين اعظم بلاء يتعرض اليه الانسان هو هذا ان يؤمر بدبح ابنه فربنا عز وجل بعد ذلك سوف يأتي بالفرج وفديناه بدبح عظيم اي صار بدله دبحنا الغنم فربنا جاء بهذا الكبش وجعله قربانا لفك رقبة اسماعيل وصار سنة الى يوم القيامة هو ما نسميه الان بعيد الاضحى المبارك كل منا يضحي في عيد الاضحى باضحية فبعد رمضان هناك عيد الفطر وقريبا على الابواب سيكون عيد الاضحى المبارك ومن ثم قال ربنا عز وجل وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم اي ابقينا عليه تناءا صادقا في الاخرين كما كان في الاولين فسيئنا ابراهيم محبوب عند الجميع ابراهيم الخليل محبوب عند الاولين وعند الاخرين سلام على ابراهيم ربنا اعطاه السلام الله تعالى جل جلاله يقرئ هذا العبد يقرئه التحية سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين يعني أن البشر سوف يتعرض الفضلاء منهم لابتلاءات قد تكون أنت قد أكون أنا قد تكون أنت أي واحد مننا قد يتعرض لبلاء والبلاء مجرد فترة زمنية بسيطة ثم يزول هذه قاعدة البلاء لا يستمر مهما كان مرض شديد عضال ضياء فرصة في الحياة ضياء مال مهما يكون فإن ربنا عز وجل سوف يجازي إنا كذلك نجزي المحسنين أي نفرج عنهم الشدائد ونجعل لهم العاقبة ونعطيهم الثناء الحسن إنه من عبادنا المؤمنين هذا شرف ربنا عز وجل جعل من إبراهيم من عباده المؤمنين الذين لهم درجة اليقين أعطاه الله اليقين لأن في الأول سيدنا إبراهيم كان يبحث عن الحقيقة وكذلك نور إبراهيم ملاكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ربنا أردوا أن يكون موقنا وقد نجح إبراهيم في الاختبار بجدارة واستحقاق تذكروا أيها الأحباب كل واحد منا إذا مر ببلاء أو بشدة عليه أن ينتظر قريبا الجزاء عليك أن تنتظر قريبا الهدية سيدنا إبراهيم بعد الاختبار الشديد أعطاه الله جزاء واتخذ الله إبراهيم خليلا ثم قال بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وبشرناه بإصحاق نبيا من الصالحين هذه بشارة ثانية لأن البشارات سوف تتوالى على المؤمن المؤمن لما ينجح في الاختبار ربنا يعطيه البشارات ما هي البشارة الثانية بشره بإصحاق ولهذا يقول من هو الدبيح الدبيح يقال بأنه هو عند اليهود إذا سألت أحبار بني إسرائيل يقولون الدبيح هو إصحاق والمسلمين يقولون الدبيح هو إسماعيل بدليل هذه الآية بعدها ماذا قال وبشرناه بإصحاق نبينا الصالحين يعني بعد هذه الحادثة وهذه الواقعة سوف يكرم إبراهيم بولد آخر فكان يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإصحاق إن ربي لسميع الدعاء فصار عنده نبيين ثم قال وباركنا عليه وعلى إصحاق أي أنزلنا عليهم البركة فإصحاق أعطاه الله النمو والزيادة في العلم والعمل وفي الذرية فمن إصحاق ومن إسماعيل خرجت الأمم العظيمة ما هي الأمم الكبرى في التاريخ؟ أمة العرب خرجت من درية إسماعيل الشرق الأوسط كله الآن البلاد العربية كلها خرجت من إسماعيل وإصحاق خرجت منه أمة بني إسرائيل في فلسطين وأيضا منها خرجت أمة الروم أمة الروم لهم النصارى لهم مروا في فلسطين وانتشروا في البلاد الأوروبية وهؤلاء كلهم أمم عظيمة أمة العرب أمة بني إسرائيل وأمة الروم كلهم لهم جدر واحد هو إبراهيم عن طريق إسحاق وإسماعيل ثم قال ربنا في الختام ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين يعني أن أبناء هؤلاء الأنبياء وذريتهم منهم الصالح ومنهم الطالح منهم العادل ومنهم الظالم ومنهم ومنهم وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات قال أنا ابن الدبيحين أنا إذن ابن الدبيحين فسيدنا النبي الدبيح الأول هو أبوه عبد الله الذي دبح بمئة ناقة والدبيح الثاني هو إسماعيل الذي فداه ربه بكبش سمين ومضت بذلك السنة النحر في الأضحى ذكر لهذا الحدث العظيم الذي يرتفع منارة لحقيقة الإيمان وجمال الطاعة وعظمة التسليم كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فلنجعل حياتنا أيها الأحباب كلنا مليئة بالتفاؤل ولننسى الأهلام مهما بلغت أشدها وعلينا أن نعلم أن المستحيل هو ما لا يمكتب الله لنا ليس ما عجزنا على فعله لا نحزن على شيء فقدناه ربما لو ملكناه لكان الحزن أكبر وعلينا دوما أن نقول الحمد لله اللهم فرج فرج اللهم يا رب العالمين فرج عنا وعلى سائر المسلمين أجمعين قولوا معنا آمين 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 يا رب العالمين اشتركوا في القناة